علوم الصف الثالث الابتدائي حل وشرح تدريبات كتاب سلاح التلميز عن مفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة صفحة 145 الوحدة الثانية رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة واحد يمكن تحويل المادة من حالة إلى أخرى عن طريق تغيير حجم الجزئات كتلة المادة عدد الجزئات درجة حرارتها صحر قمدال درجة حرارتها عن طريق اكتساب أو فقد حرارة تغيير المادة من حالة إلى أخرى اثنين اي مما يلي يحدث لجزئات المادة عند اكتسابها حرارة تكون التصدمات بينها طبعا لا تزداد التصدمات بينها تزداد طاقة حركتها صحر قمبال تزداد طاقة حركتها ثلاثة قوة الترابط بين جزئات المادة نقط أكبر ما يمكن طبعا مادة مين؟ رقم بقى أربعة تكون قوة الترابط بين جزئات نقط أضعف ما يمكن طبعا المادة الغازية الأكسجين الماء سائلة الزجاج والسالج صلبة أما الأكسجين حالة ايه؟ غازية خمسة يمكن أن يتسبب رفع درجة حرارة المواد في التجمد والتمدد التكسف والانكماش الانسهار والتمدد ساحر قمجيم الانسهار والتمدد ستة تحرك جزئات المادة نقطة حركة اهتزازية في أماكنها دون أن تنتقل السائلة طبعا السائلة حركة سريعة تهتزم السائلة السلبة ساحر قمجيم السلبة سبعة عندما ترتفع درجة حرارة المعادن يحدث لها انكماش تمدد ساحر قمجيم تمدد تمانية كل مما يلي يحدث عند انكماش المواد ما عدا نقص حجم المادة زيادة التصادم بين الجزئات صحة القمجيم لأن بيقل تصادم بين الجزئات القمجيم تسعة نقص سرعة جزئات المادة يؤدي إلى انكماش المادة زيادة درجة الحرارة ضعف الترابط بين الجزئات زيادة التصادمات بين الجزئات صحة القمجيم انكماش المادة عشرة عند مية درجة معوية يحدث نقطة الماء تكسف تحول المادة من حالة الغازية إلى حالة سائلة تجمد عند الصفر درجة معوية غليان صحة القمجيم غليان هداشر كل مما يلي يحدث عند تحول الميثانول إلى بخار معدى تباعد الجزئات اكتساب حرارة انكماش الحجم صحة انكماش الحجم اتنين اكمل مما بين الكوسين واحد التغير في درجة الحرارة يؤدي إلى تغير نقطة المادة كتلة ام سرعة جسيمات صح سرعة الجسيمات بمعنى عندما تزداد درجة الحرارة تزداد سرعة الجسيمات والعقص صحيح اتنين عند صهر الالمونيوم تزداد نقطة بين جزئاته كوة ترابط المسافات ومسافات كوة ترابط بتقل ثلاثة تقارب جزئات المادة يؤدي إلى حدوث تمدد ام انكماش صح انكماش اربعة تكون قطارات من الماء على أوراق الأشجار في الصباح البكر مثال على الانسهار ام التكسف صح التكسف خمس سرعة انتشار لون الطعام في الماء الساخن نقطة من سرعة انتشاره في الماء البارد أقل ام أكبر طبعا أكبر لان سرعة الجسيمات تزداد ثلاثة الحركة تزداد ستة يتمدد السائل داخل الترمومتر عندما نقطة طاقة حرارية يفقد ان يكتسب طبعا يكتسب سبعة عند تعرض المادة للتبريد تقل نقط بين جزئاته المسافات كوة ترابط طبعا بتقيل مين المسافات بتزداد كوة ترابط تمانية كوة ترابط بين الجزئاتها الماء نقطme من كوة ترابط بين الجزئات السائل الماء على سائلة والسلج على سالب كوة ترابط المادة السائلة أقل مين أقل مين واقل مين تسعة سرعة جزئات الزئبك السائل نقطayo من سرعة جزئات بخار الزئبك سائل وغايز سرعة جزئيات السائل أقل من سرعة جزئيات الغاز عشرة عند فقد المادة طاقة حرارية يحدث لها نقط حراري تمدد من كماش صح إن كماش ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي واحد عندما تتجمد المادة السائلة تزداد سرعة حركة الجزئيات طبعا بتقل برخطأ اتنين تكون جزئيات المادة متقربة جدا في الحالة الغازية في الحالة الصلبة برخطأ ثلاثة تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن العكسة أربعة تضعف كوة ترابط بين جزئيات المادة السائلة بالتبريد برخطأ تزداد خمسة تستخدم الترمومترات في كياس درجة الحرارة برخطأ ست يمكن فتح الغطاء المعدني لبرتمان بوسطة الانكماش الحراري التمدد الحراري برخطأ سبعة الانسهار هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة التكسف أو الانسهار من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تمانية يقل عدد التصدمات بين جسمات المادة عند انخفاض درجة الحرارة عبارة صحيحة تسعة المسافات بين جزئيات الماء أكبر من المسافات بين جزئيات غاز ثاني وكسيوكربون تبعاً بتكون أقل منه لأن درجة الحالة السائلة ودرجة الحالة الزي برخطأ عشرة عند تسخين المادة تزداد قوة الترابط بين جزئيات أثناء تحول المادة من حالة إلى أخرى تظل درجة الحرارة ثابتة عبارة صحيحة اتناشر عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزئياتها تبعاً بتقل عبارة صحيحة تلاتاشر يغلي الماء عند مئة درجة مقوية عبارة صحيحة أربعة عشر الحرارة هي طاقة تنتقل بين جسمين بسبب اختلاف درجة حرارة كل منهم عبارة صحيحة خمستاشر جزئيات المادة الغازية تهتز في موضعها الصلبة ستاشر تنكمش المادة بالبرودة وتتمدد بالحرارة عبارة صحيحة أربعة اختر من العمود باء ما يناسب العمود ألف واحد تجنب انحناء كطبان السكك الحرارية بفعل الحرارة صحيحة رقم دا استخدام فواصل التمدد الحراري اثنين فتح غطاء برطمان محكم الغالق رقم G التعارض للماء الساخ ثلاثة تحويل الزجاج المنصهر إلى الحالة الصلبة رقم B التعارض للماء البارد أربعة انقطاع الأسلاك الكهربية بسبب انكمشها شتاء صحيحة رقم ألف استخدام مواد مرنة مع جعلها مرتخية خمسة اكتب المستحل العلمي واحد طاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة صحيح الحرارة اثنين فجوات صغيرة تترك بين كطبان السكك الحرارية لتسمح لها بالتمدد والانكماش فواصل التمدد الحراري ثلاثة تغير يحدث الجزئات المكونة للمادة ينتج عنه زيادة حركتها التمدد الحراري أربعة حالة المادة التي تكون كوى الترابط بين جزئاتها كبيرة على السجد خمسة الطاقة التي تكسبها المادة بسبب حركة الجسمات المكونة لها صح الطاقة الحرارية طاقة الحرارية ستة درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية درجة الغليان سبعة مجموع طاقات حركة زرات وجزئات المادة كلها الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية تمانية مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسمات المكونة للمادة درجة الحرارة ستة أكمل الجدول التالي الطاقة الحرارية في حالة أتجمد بيحدث فقد ام اكتساب حرارة صح فقد حرارة التبخر اكتساب حرارة الانسهار اكتساب حرارة أتجمد وتكسف فقد حرارة التبخر والانسهار اكتساب حرارة التحول من سائل إلى صلب التبخر من سائل إلى غاز من سائل إلى غاز أما الانسهار من صلب إلى سائل الجزئات التجمد صح بتكون متقربة الجسمات أو الجزئات بتكون متقربة التبخر بتكون أكثر تمعدا والانسهار بتكون متبعدا التمدد والانكماش في حالة التجمد تنكمش التبخر تتمدد والانسهار تتمدد سبعة اكمل العبارات الاثتية واحد تتباعد جزئات المادة نقطة عن بعضها بالتسخين وتتحول إلى سائل صح الصلبة تتحول إلى سائل حالة الصلب اثنين عندما تفقد المادة طاقة حرارية تقل نقطة بين الجزئات تقل المسافات بين الجزئات بينما تزداد كوى الترابط بينها ثلاثة كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام نقطة طاقة حركتها زادت أربعة تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير نوة السائل مع تغير درجة الحرارة حجم السائل ثمانية لاحظ ثم أجب رقم واحد لاحظ الأشكال المقابلة ثم أختر ألف حركة الجزئات في المادة رقم واحد دي حالة غازية تكون حرة تماما اهتزازية في موضعها طبعا حرة تماما اهتزازية في موضعها المادة الصلبة رقم ثلاثة با عند تحول المادة اثنين إلى المادة ثلاثة تصبح حركة الجزئات بطيئة ام سريعة طبعا بطيئة تحول من حالة سائلة إلى حالة صلبة يبقى بطيئة جيم تتحول المادة ثلاثة إلى المادة اثنين عند درجة الانسهار ام الغليان من صلبة السائلة يبقى درجة الانسهار اثنين لاحظ الشكل المقابل ثم أختر ألف في فاصل الصيف نقط قطبان السكك الحديدية تنكمش ام تتمدد أو تتمدد با تستخدم نقط بين قطبان السكك الحديدية تتيح لها التمدد بطريقة امينة فواصل التمدد الحراري ثلاثة لاحظ الشكل المقابل ثم أجب ألف الأداة المقابلة هي نقط وتستخدم في قياس نقط طبعا التلمومتر في قياس درجة الحرارة باق تحتوي الكثير من هذه الأجهزة على سائل ممزوج بلوم هو الماء من الكحول طبعا الكحول الماء عدم اللوم جيم تعتمد فكرة تعمل هذا الجهاز على حدوث نقط ونقط للسائل الموجود بداخله تمدد وانكماش دال ماذا يحدث لجزئات السائل داخل هذا الجهاز عند وضعه في ماء مثلج تقل سرعة وتقل المسافات بينه وتزداد كوى الترابط وينكمش السائل جيم أكمل المخاطر التالي موضحا عمليات تحول المادة على الأسهم المادة السلبة إلى المادة السائلة انسهار السائلة إلى الغازية يتبخير المادة السائلة إلى المادة السلبة عملية تجمد ومن المادة الغازية إلى المادة السائلة عملية تكسف تسعة أجب عن الأسئلة الآتية واحد اسكر الرقم الدال على ألف درجة غليان الماء مئة درجة مئوية باق درجة غليان الزئبق تلتمية سبعة وخمسين جيم درجة انسهار السلج سفر اتنين رتب المواد الآتية الزيت النحاس بخار الماء تسعوديا حسب حركة الجزيئات كل مادة تسعوديا من الصغير للكبير أقل المادة المادة السلبة يبقى النحاس رقم واحد يليها المادة السائلة الزيت ثم بخار الماء على الزيت رقم ثلاثة ثلاثة قارن بين عملية التمدد والانكماش الحراري التمدد الحراري زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع درجة الحارط Another upon mak yeast زيادة حجم المادة نتيجة إرتفاع ضرجة حرارتا بالانكماش الحراري العكس صحيح نقص حجم المادة نتيجة انخفاض درجة حارط اربعة علل ترك فواصل بين كطبان السكك الحادية لتوفير مساحة كافية لتسمح بالتمدد والانكماش بطريقة امنة يبقى التمدد والانكماش ترى ايه امنة خمسة ما الذي يحدث عند تلامس جسمين لهم نفس درجة الحرارة لا تنتقل الحرارة بينهم شرط انتقال الحرارة بين جسمين وجود اختلاف فرق في درجات الحرارة بينهم يعني واحد اكبر من التاني ستة حدد اي العبارتين اكثر دقة في كل مما يلي مع التفسير الف يزداد حجم الجزئات بالحرارة ام يزداد الحيز الذي تشغله الجزئات بالحرارة طبعا يزداد الحيز الذي تشغله الجزئات بالحرارة طيب ليه لان حجم الجزئات لا يتغير حجم الجزئات نفسه لا يتغير با تتوقف درجة الحرارة على مجموع طاقة حركة الجزئات ام توقف درجة الحرارة على متوسط طاقة حركة الجزئات. توقف درجة الحرارة على متوسط طاقة حركة الجزئات. ليه? لان درجة الحرارة تحدد ملمس المادة. درجة الحرارة تحدد ملمس المادة. من حيث السخونة او البرودة تحدد مين السخونة او البرودة اعتبار على المفهوم الاول رقم واحد ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية عند انكماش المادة تباعد جزيئتها ويزداد حجمها عند تمدد المادة اتنين تتحول المادة الصلبة الى سائلة بفاقد الحرارة فبقى الخطأ باكتساب حرارة ثلاثة تنتقل الحرارة من ايدينا الى قطعة الثالج يبارة صحيح اربعة رغم اكتساب الماء للطاقة اثناء غليانه الا ان درجة حرارته تبقى ثابتة عنده مئة درجة مئوية يبارة صحيح بق ماذا يحدث عنده عدم ترك فواصل التمدد بين قطبان السكك الحديدية صيفاً تتمدد عند تعرضها للحرارة ويتسبب في انحناءها وقوة الحوادث اتنين اختر الاجابة الصحيح واحد تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة خلال عملية صح التكسف اتنين عندما تكتسب المادة طاقة حرارية تهتز الجزئات بشكل ابطع طبعاً اسرع تزداد قوة الترابط بين الجزئات تزداد التصدمات بين الجزئات صح رقم جيم تزداد التصدمات ثلاثة كل مما يلي يحدث بسبب زيادة سرعة جزئات المادة معدى التمدد الانكماش الانسهاع طبعاً معدى مين رقم باء الانكماش رقم باء اكتب المستحل العلمي واحد مواد جزئاتها متربطة وقريبة جداً من بعضها صح المواد السلبة اتنين الطاقة التي تنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة صح الحرارة ثلاثة ألف أكمل مما بين الكوسين واحد تتحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية عند درجة الانسهار ام الغليان صح درجة الغليان الانسهار من صلب السائل اتنين متوسط طاقة حركة جسيمات المادة يسمى الحرارة درجة الحرارة صح درجة الحرارة ثلاثة تزداد الطاقة الحرارية المختزنة في المادة عند نقط سرعة الجزئات زيادة ام نقص صح زيادة رقم بقى لاحظ الشكل المقابل ثم اختر واحد ارتفاع الكحول الملون في الترمومتر يدل على حدوث عملية نقط الحرارة الانكماش ام التمدد صح التمدد اتنين درجة الحرارة التي سجلها الترمومتر عند وضعه في الماء تعبر عن درجة الانسهار امن الغليان صح امن الغليان اختبار سلاح التلميذ التراكمي الشهري رقم واحد الف ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتي واحد يتحكم المفتاح في فتح وغلق الدائرة الكهربية عبارة صحيحة اتنين تنتشر جزئات الحبر في الماء البارد اسرع من انتشارها في الماء الساخن العكس صحيح برخطأ ثلاثة هي ازداد حجم المادة وتتمدد بالتسخين برخطأ صحيحة اربعة تضفق الالكترونات في الدائرة التي تكون اجزاؤها غير متصلة معا برخطأ متصلة معا با علم لما يأتي النحاس من المواد الموصلة للكهرباء لأنهم معدن يسمح بسريان والطيار الكهرباء خلاله بسهولة اتنين الف اختر الاجابة الصحيحة واحد عند احتراك احد المصابيح المتصلة على التوالي نقطة المصابيح الاخرى تزداد اضاءة تكل اضاءة تنطفق صحيح تنطفق اتنين تحول الكحول المسيلي الى بخار عند ضريط التجمد الانسهار التكسف الغليان 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 ثلاثة ايا مما يلي قابل الانضغات ويمكن ان ينتشر في الفراغ الحال الغازية الزيت سائلة البخار على الغازية برقم باق باق اكتب المستهى العلمي واحد طريقة توصل فيها المصابيح الكهربية في مسارات متفرعة في الدائرة الكهربية التواصيل على التوازي التواصيل على التوازي اتنين نقص حجم المادة نتيجة انخفاض درجة حارتها الانكماش الحراري تلاتة الف اكمل العمارات الاغتية واحد لمس سلك كهرابي غير معزول يمكن ان يسبب نقط صدمة كهربية اتنين تمتلك جسيمات المادة نقط اكبر قدرا من الطاقة الحرارية المادة الغازية لانه اكتر حركة الغازية ثلاثة تنجزب المواد نقط الى الماغناطيس المواد الماغناطيسية مثل الحديد والكوبالت والنجل بق لاحظ الشكل المقابل ثم اخطر واحد عند وضع قطع الشوكولاتة في الشمس تغلس لها عملية انسهار ام تجمد انسهار او منصال بالسائل اتنين عند حدوث هذه العملية فان المسافات بين جزئات الشوكولاتة تقل ام تزداد طبعا تزداد وقوة ترابط تقل اختبار سلاحة الميزة التراكمي الشهري فقم واحد الف ده علامة صح او علامة خطأ امام العبرارات الاتية واحد يزداد الطيار المتضفق عند توصيل مقاومة وقهربية فيها الدائرة طبعا بي ال كبار خطأ اتنين يقول حجم المادة عند الانكماش مبارا صحيح تلاتة تزداد قوة الجاذبية بين الجسمين بزيادة المسافة بينهما مبارا خطأ اتنين اربعة يمتلي بخار الماء طاقة حرارية اكبر من السالك مبارا صحيح لانه حالة غازية رقم باء اذكر اهمية فواصل التمدد بينه كطبان السكك الاحديدية تسمح للكطبان التمدد والانكمال دون حدوث درار اتنين الف اختر الاجابة الصحيح واحد عند درجة حرارة تلتمية سبعة وخمسين مقوية تحدث للزئب كعملية التجمد غليان انسهار تكسف سحر كمباء غليان اتنين ايا مما يلي تتحرك جزيئاته حركة اهتزازية في موضعها العسل على سائل مصهور حديد سائل الخشب من دسال الاركامجين تلاتة الحيز الذي يحيط بالمناطيس يسمى الكوة المناطيسية الاتزان المناطيسي المجال المناطيسي سحر كمباء المجال المناطيسي باء اكتب المصهور العلمي واحد ضفك الالكترونات في مصار مغلق داخل الدائرة الكهربية التيار الكهربية اتنين طاقة تنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل الحرارة تلاتة الف اكمل مما بين الكوسين واحد يعتبر نقطة مادة غير ماناتيسية موصلة للكهرباء المطاط منحاس وانحاس اتنين عند تحول المادة من صلب الى سائل تزيد نقطة بين الجزئات هو ترابط المسافات ستزيد المسافات ثلاثة يتم التحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق البطارية ام المفتاح طبعا المفتاح البطارية مصدر للطاقة الكهربية ب لاحظ الشكل المقابل سماية واحد المصابيح في هذه الدائرة الكهربية متصلة على التوازين اتنين ماذا يحدث عند احتراك احد المصابيح في هذه الدائرة لا تنطفق باقي المصابيح